موسيقى نشأة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين البنيان المرصوصة تقول أن عددا من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سلم أنفسهم وتعلق تقدمها في الجزة البحرية بعد تنفيذ تنظيم تفجيرين انتحاريين استدفع عائلات عند خروجها عبر الممرات الآمنة هدوء في مناطق بوسليم وغابة النصر وباب غشير بطرابولوس بعد الاشتباكات التي شهدتها والمجلس رياسي يكلف الداخلية بحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة بعثة الأمم المتحدات تسجل سقوط تسعة وثمانين مدنيا بين قتيل وجريح خلال أشهر النوفمبر في ليبيا ودعوات إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين أفاد المستشفى الميداني سرط باستقباله أربعة جثامين لقوات البنيان المصوصة قضوا خلال اشتباكات الجمعة مع ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجيزة البحرية وقال مستشفى مصرات المركزي أنه استقبل ثلاثة شهداء من مصراتة وواحدا وعشرين جريحا أربعة عشر منهم من مصراتة وجريحان من الجبل الغربي وثلاثة من طرابلس وجريح نأم ودان وآخر من أباري أصيبوا في اشتباكات الجمعة وقال المتحدث باسم غرفة العمريات الخاصة محمد الغصري إن قوات البنيان المصوصة حققت تقدما في عدة محاور بمنطقة الجيزة البحرية مؤكدا أن عددا من عناصر التنظيم من بينهم قائد الليبية الجنسية سلموا أنفسهم لقوات البنيان في سياق متصل أشار المركز الإعلامي لعملية البنيان المصوصة الجمعة إلى تقدم قوات البنيان في الجزء المتبقي من منطقة الجيزة البحرية والاشتباك مع ما يعرف بتنظيم الدولة وقال المركز إن قوات البنيان المصوص نجحت في تأمين خروج عدد من النساء والأطفال ممن كان يتخذهم التنظيم دروعا بشرية مؤكدا قرب الحسم النهائي للحرب في مدينة سرد وأكد المركز إن قوات البنيان المصوصة علقت عمريات التقدم الجمعة بعد تفجيرين انتحاريين سادفاء العائلات عند خروجها عبر الممرات الآمنة وأوقع عددا من الإصابات في صفوف قوات البنيان المصوص والنساء والأطفال أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأن مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة لا يسيطرون إلا على منطقة صغيرة جدا في مدينة سرد حسب وصفها وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفس أن المقاتلين المتبقيين هم قلة ولكنهم صامدون ويقاتلون حتى الموت على حد تعبيره وأشر ديفس إلى أن المنطقة التي يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة الجزة البحرية عنيدة حسب قوله مضيفا أن الجزء المتبقي في هذه المنطقة وآخر معقل للتنظيم في مدينة سرد أفاد مصدر الأمني من مدينة ترابلس بهدوء الوضع الميداني في مناطق بوسليم وغابة النصر وباب غشير بعد الإشباكات التي شهدتها وذلك على إثر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة هذا وقد أكد المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن هويته مقتل ستة عناصر من أمن جهاز الحرس الأهداف الحيوية التابع لوزارة الدفاع إثر الشباكات الجمعة في غابة النصر بترابلس هذا وفدت مصادر متطابقة صباح الجمعة باندلاع الشباكات متقطعة بمدينة ترابلس وعضفت المصادر نفسها أن الشباكات وقعت يوما خميسة في منطقة بوسليم وغابة النصر وقد خلفت عددا من القتلى والجرحى وشرت المصادر لأن هناك مساء حثيثة للوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في سيق متصل قال رئيس اتحاد طلبة جامعة ترابلس محمد القبلاوي أنه تم تأجيل جميع الامتحانات في كل الكليات لمدة أسبوع بسبب الظروف الأمنية في ترابلس وضف القبلاوي أنه تم الإبقاء على جداول الامتحانات كما هي مشيرا إلى أن الدراسة ستستمر في حال فتحة الطرق وتوقفت الاشباكات هذا ووصف عضو لجة المصالحة الوطنية بطرابلس بشير رجب لصبعي الوضع الأمنية في طرابلس بالدوامة الحربية التي جعلت المدينة بين فكي قوات عسكرية متناحرة حسب تعبيره منويا في نشرة سابقة إلى بروز جهود للمصالحة بين هذه الأطراف في مساء إيجاية في الطريق الآن على إيقاف الحرب نقول أنه هو تهديئة الموقف وكذلك الحكمة في الموضوع من أجل لوحيد هذه الكتائب بعيدة عن الاقتتال الداخلي نريدهم في حماية للوطن وليس اقتتال في الوطن قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر اللي بين منتسبيها يحاولون فتح ممرات آمنة للعائلات الموجودة داخل نطاق مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس وأوضح الهلال الأحمر عبر صفحة رسمية على الفيسبوك أنه لا يوجد أي استجابة من قبل الكتائب المتنازعة بطرابلس مشددا على العائلات الموجودة في محيط مناطق الاشتباكات بعدم الخروج من بيوتهم إلا بعد وصول فرق الهلال الأحمر إليها كما أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس عن إجلاء 17 عائلة كانت محاصرة في مناطق الاشتباكات بالمدينة كلف المجلس الرياسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة في طرابلس فضلا عن التنصيق مع وزارة الدفاع والحرس الرياسي بشأن ذلك وأنقل الناطق باسم المجلس الرياسي أشفى الثلاثين الخطة الامية التي بدأها المجلس كفيرة بتوفير الأمن داخل طرابلس وهما تعمل وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة على تنفيذه رغم ضعف الإمكانيات وقد دعا المجلس الرياسي جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتوقف عن ترويع المواطنين الآمنين معرضا عن بالغ آسفه لما نجم عن الاشتفاكات من خسائر دعا مجلس النواب في بيان له إلى ضرورة خروج ما سماها بالجماعات المسلحة من مدينة طرابلس ليعوذ الأمن والأمان إليها من جديد وفق البيان ودعا رئيس مجلس النواب عقيل صالح العقلاء والحكماء في طرابلس والمنطقة الغربية إلى سرعة التدخل للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر القوات المتسببة في أعمال العنف بالعاصمة طرابلس بوقف القتال وتغليب صوت الحكمة وعرب كوبلر في بيان له عن انزعاج جيزة المواجهات في طرابلس والتي تسببت في سقوط عدد من الضحايا قائلا إنه من غير المقبول أن تتقاتل ما سمها بالجماعات المسلحة في المناطق السكنية لفرض مصالحها بحسب تعبيره وضف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يتواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض حثها على وضع حد فوري للقتال أفد مركز السراء للإعلام بتجدد الاشتباكات بين قوات مجلس شراث أربنغازي وقوات الكرامة في محور بوصنيبة موضحانا طيران الحربية التابعة لعملية الكرامة شن عدة غارات جوية مستادفة للمنطقة وأضفت النفذة الإعلامية لقوات مجلس شراث أربنغازي أن لغمين أرضيين انفجر بمجموعة من المشات كانت تحاول التقدم بمحور الحظيرة الجمركية لافتة إلى أن قوات الكرامة متزال تواصل قصفة لمنطقة جنفودا السكنية بقذائف الهون العشوائية من جهات يأكدت تحريات قوات الصائقة مقتل أحد عناصرها التابعة للكتيبة 36 بمحور بوصنيبة في اجتباكات الجمعة وأوضحت تحريات الصائقة عبر صفحة على فيسبوك أن منتسبها يقومون بتأمين مركز بنغازي الطبي وذلك بعد التفجير الذي استهدف قسم الإيواء بالمستشفى كما أكدت القوات الخاصة الصائقة المولية لعملية الكرامة مقتل المتحدث الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية عبدالله تواتي جرى انفجار لغم أرضي داخل القطاع الرابع مساء الجمعة وقالت القوات الصائقة عبر صفحة الرسمية أن عناصرها حققت تقدما كبيرا بمحور بوصنيبة غربي المدينة لافتا إلى أن المعارك تسير حسب الخطط والتعليمات المعدة لها وفق تعبيرهم تطورات ميدانية تطرأ من حين لآخر على مجريات المعارك الدائرة في بعض مناطق المواجهات في بنغازي بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى ثوار المدينة التي تتواصل فيها الاشتباكات منذ عامين وسبعة أشهر تأتي هذه التطورات بعد أن تصعدت وطيرة المعارك منتصف النوفمبر الماضي بمحور شارع الشجر والذي أخفقت قوات عملية الكرامة مرارا في السيطرة عليه وتساند قوات الكرامة في حربها بمدينة بنغازي طائرات المدون طيار وأخرى من نوع ميغ وقد شنت في ثلاثة أيام فقط احدى وأربعين غارة طالت مناطق قنفودة السكنية مواجهات أجبرت شورى ثوار على التراجع من منطقة القوارشة وكانت هذه المعارك تجري أيضا بمحوري الحضيرة الجمركية وبوسنيب قبل أن تتصاعد المواجهات يوم الخميس الماضي في محاولة من قوات الكرامة لحسم معركتها في المنطقة وتضاربت الأنباء حول سيطرة هذه القوات على الحضيرة وأجزاء من بوسنيب وفي الجانب الآخر من المدينة وتحديدا في منطقة وسط البلاد والصابري تكتفي غوات الكرامة بمحاصرة هذه المناطق وشن غارات جوية عليها في أوقات متفرقة بعد أن فشلت في اقتحامها بحجة الألغام وكثافة المباني بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت في تقريرها الخاص بشهر نوفمبر ما اقتل ثمانية عشر مدنيا بينهم عشرة رجال وطفلان في قنفودة ببنغازي كما أضف التقرير الأممي إلى أن المعلومات الواردة للبحثة تشير إلى قيام ما سمته بالجيش الوطني والموالين له بشن غارات جوية في قنفودة تسببت في وقوع إصابات في صفوف مدنيين في غضون ذلك أعرب المبعوث الأممي مارتين كوبلر عن قلقه بخصوص ما وصفه بعدم احترام حقوق الإنسان في البلاد من جهتها دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المتقاتلة في ليبيا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية تطورات متسارعة رح ضحيتها مدنيون وإطرحوا مراقبون للشأن لبي تساؤلات عن مستقبل المدينة بظل ما تشهده من نزاع وعن كيفية محاسبة من يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في بنغازي وباقي المدن سجل تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص الخسائر البشرية في شهر نوفمبر الماضي في ليبيا سجل سقوط 38 قتيل من المدنيين جراء الغارات الجوية والقصف العشوائي والسيارات المفخخة التقرير التالي يفصل أبرز ما ورد في تقرير البعثة الأممية وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سقوط 89 بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين خلال شهر نوفمبر الماضي في تقريرها الخاص بالوضع في ليبيا البعثة أوضحت أنها سجلت 38 قتيل من بينهم ثمانية أطفال وثلاث نساء و27 رجلا إضافة إلى 51 إصابة نتيجة الأعمال العدائية وبيانت البعثة أن 12 قتيلا سقطوا جراء الغارات الجوية فيما قتل 11 مدنيا نتيجة إطلاق الأعيرة النارية مشيرة إلى أن القصف حصد أرواح 9 أشخاص على الأقل وقد راح ستة آخرون ضحية تفجير السيارات المفخخة كما أشارت البعثة الأممية في تقريرها إلى أن العدد الأكبر من الضحايا كان في مدينة بنغازي التي شهدت مقتلى 18 مدنيا بينهم عشرة رجال وطفلان في جنفودة تلتها مدينة سبها حيث تسببت الاشتباكات الأخيرة بالمدينة في سقوط 16 قتيلا فيما سجلت مدينة الخمس أربعة قتلى بعد أن عثر عليهم مقتلين داخل منزلهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت في تقريرها الخاص بشهر نوفمبر الماضي حوادث أخرى لم يتم تسجيلها في قائمة إصابات المدنيين من بينها سقوط ضحايا في انفجار أمام مستشفى الجلاء ببنغازي والعثور على رجلين تابعين للكتيبة 204 مقتلين في المرج والتقارير الواردة حول مقتل الشيخ نادر العمراني إضافة إلى دفن 28 مهاجرا في بنوليد كما أضف التقرير الأممي أن المعلومات الواردة للبعثة تشير إلى قيام ما سمته بالجيش الوطني والموالين له بشن غارات جوية في جنفودة ببنغازي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين ودعت البعثة الأممية في ختام تقريرها إذا ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية والتوقف عن استخدام قذائف الهون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرعليبي عبد المنعم الحر أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خاصة في ظل عجز القضاء الليبي عن تنفيذ هذا الدور حسب قوله الزياد نسبة تضرر المدنيين والانتهاكات الجسيمة في صفوف المدنيين هو أمر طبيعي عندما يكون هناك أفلات من العقاب لم تكن هناك إرادة صادقة من قبل المجتمع الدولي تحديدا لما اللي بينا الآن غير قادرين على وضع حد لمثل هذه الانتهاكات دعت اللجة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المتقاتلة في ليبيا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية وشددت اللجة في تغريدات لها على تويتر على ضرورة معاملة الأشخاص الذين لم يشاركوا في القتال معاملة إنسانية وفي سياق متصل عرب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن قلقه مما سمها الاشباكات العنيفة في طرابلس قائلا إن الشعب الليبي يستحق العيش في بلاده بسلام عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إذا وفات 73 طفلا حدثي الولادة خلال ثلاثة أشهر في جنوب ليبيا وذلك نتيجة أسباب يمكن تلافيها بحسب المنظمة وأضحت المنظمة في بيان لها أن هناك 22 طفلا قضوا بسبب مضاعفات داخل الرحم و18 طفلا نتيجة الاختناق أثناء الولادة بينما توفي الآخرون بسبب الولادة المبكرة والتسمم والتشوهات الخلقية لافتة إلى أنه كان بالإمكان تلافي هذه الوفيات لو أن النظام الصحي في ليبيا كان قادرا على توفير خدمات مناسبة لما قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة هذا وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا سيد جعفر حسين وزارة الصحة الليبية والمجتمع الدولي بتوفير التمويل العاجل لدعم جهودهم لمنع وقوع مزيد من الوفيات بين الأطفال حدثي الولادة أكد وزير الخارجية الأمريكية جونكيري على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون دبلوماسيا مضحا أنه لا يبحث أي خيار عسكري أجنبي في ليبيا ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن كيري قولة خلال لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جنتلوني أن هناك تغييرا كبيرا حصل خلال الأشهر القليلة الماضية في مجال الجهود الدبلوماسية لدفع خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني إلى المفاوضات وشدد وزير الخارجية المصية سامح شكري خلال جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي جونكيري بواشنطن على ضرورة عدم الالتفاف على اتفاق الصقرات تحت أي مسمى وقال المتحدث باسم الخارجية المصية أحمد بوزيد أن شكري حرص خلال زيارته للولايات المتحدة على طرح رؤية مصر بشأن كيفية حل الأزمة الليبية مؤكدا ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاق الصقرات وعدم السماح بالالتفاف عليه لتحقيق أغراض أو أهداف وصفها بالمرحلية نشتنا متواصلة وفيها بعد الفصل أقب عفا منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ليبيا من اتفاق خفض الانتاج المواسسة الوطنية للمصطة تخطط لزيادة انتاجها بوقع 50% البنيان المصوصة تقول أن عددا من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سلم أنفسهم وتعلق تقدمها في الجزة البحرية بعد تنفيذ التنظيم تفجيرين انتحاريين استادفاء عائلات عند خروجها عبر الممرات الآمنة هدوء في مناطق بوسليم وغابة النصر وباب غشير بطرابلس بعد الاشتباكات التي شهدتها والمجلس رياسي يكلف الداخلية بحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة بعثة الهمم المتحدة تسجل سقوط 89 مدنيا من قتيل وجريح خلال شهر نوفمبر في ليبيا ودعوات للاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين أفد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن ليبيا تخطط لزيادة انتاجها النفطي بواقع 50% في المستقبل القريب ونقلت وكالة رويتز عن صنع القول أن الانتاج في الوقت الحالي يبلغ 600 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يبلغ الانتاج 900 ألف برميل يوميا ويشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك كانت قد عفت ليبيا من اتفاق خفض الانتاج أكد مدير المطار الأبرق الدولي ببكر مفتاح توقف رحلات الخطوط الجوية الأفريقية والليبية بالمطار نتيجة تعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمة الأرضية إضافة إلى الشركة الليبية للتموين وأوضح مفتاح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التوقف يشمل شركتي الليبية والأفريقية للخطوط الجوية فقط لفتان إلى أن باقي شركات طيران ستواصل عملها بشكل طبيعي وأضف مدير مطار الأبرق الدولي أن اعتصام الموظفين كان بسبب توقف صرف مرتباتهم موشيرا إلى أن التوقف سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم أدرجات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو خمسة مواقع في ليبيا ضمن قائمة المواقع المهددة منوهة بأنها قد تكون تضررة أو يخشى أن تتضرر بفعل النزاع المسلح في البلاد وقالت وكالة الأنباء الفرنسي أن منظمة أدرجة خمسة وخمسين موقعا يتخوف أو يتخوف القبراء من أن تطالها الحروب أو الكوارث الطبيعي دعاية إلى حج دعم دولي لإنقاذ هذه المواقع والمحافظة عليها هذا وتشكل الحروب والكوارث الطبيعية تهديداً كبيراً على هذه المواقع إضافة إلى التلوث والبناء العشووي والنمو السياحي المنفلت من التخطيط إلى عنوين النشر البنيان المرصوصة تقول إن عدداً من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سلم أنفسهم وتعلق تقدمات في الجيزة البحرية بعد تنفيذ التنظيم تخجيرين اتحاريين استدفع عائلات عند خروج عبر الممرات الآن هدوء في مناطق بوسليم وغابة النص وغاباً غشير بطرابولس بعد الاشتباكات التي شهدتها والمجلس رياس يكلف الداخلية بحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة بحثة الأمم المتحدة تسجل سقوط 89 مدرياً بين قفيل وجريح خلال شهر نوفمبر في ليبيا ودعوات إلى احترام حقوق الإنسان وحماية المدري تم النشرة وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي في سبوك تويتر ويوتيوب فإلى اللقاء اشتركوا في القناة